اشتركوا في القناة لا تصير ولكن هي من اخطر الزوايا اللي ممكن تصير خلال هذا الشهر فايريت انكو تكملوا وتسمعوها في الزوايا الفلكية طبعا اليوم القمر استقر في برج الدلو في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق وراح ينكث فيها حتى تمام الساعة 7 و44 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة وزي ما حكينا القمر موجود في الدلو وراح يكون تأثيره على جميع الابراج دون استثناء ننشر الان بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا يبي تصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وانخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد في ناس بقولك جهاز استيريو بطل حدا يستخدمه لا هي مقصود الالكترونيات ككل يعني اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون هي زاوية من الزوايا الوطيئة هي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وارانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و22 دقيقة بعد منتصف الليل يعني في اول ساعات الصباح بتتهيئ الفرصة للبدء في لا علاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه بتزيد شعبيتنا وبتصير في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و54 دقيقة صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر واورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 4 و19 دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للحدث اللي اليوم رح يصير هو انتهاء تراجع أورانوس اللي رح يصير الساعة 8 و36 دقيقة صباحا بانتهي التراجع وبرجع أورانوس للحركة الامامية هو كوكب المفاجآت وكوكب الأحداث اللي بتيجي دائما بشكل مفاجئ جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد ورح تكون هاي في تمام الساعة 9 و28 دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع رح يبدأ خلو المسار الساعة تقريبا 9 و28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي أي يوم الجمعة ولكن رح يستمر لغاية ساعات المساء للساعة 10 و16 دقيقة يعني بمعنى آخر هذا خلو مسار طويل جدا يعني أكثر من 24 ساعة من ساعات الصباح لثاني يوم ساعات المساء وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي نبهت عنها في بداية الحلقة هي الزاوية الخطيرة والبطيئة هي زاوية اقتران سلبي رح تكون بين الشمس وبلوتو الشمس زي ما حكينا هي إلها علاقة بالقيادات أو الزعماء أو الجيوش بلوتو إلها علاقة بالفوضى بالحرب بالأشياء اللي بتقلب الأشياء أو الموازين لأجل شيء أو حدث مستقبلي فعشان هيك هاي الزاوية تعتبر من الأخطر الزوايا اللي بتنبئ لأشياء ممكنة تصير بالفترة الجاي إذا مش اليوم يعني هي في الأيام القادمة ولكن رح تكون عنيفة جدا وهي رح تكون في تمام الساعة 2.54 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتثير أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز تسلط عند بعض البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وبتدل على حدوث انقلابات وعمليات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية زلازل وإضطرابات جوية بتمنى أنه ما يصيرش أي شيء ولكن هذه زاوية هيك تأثيراتها وسلبيتها فلازم أذكرها كما يعني كما هو معروف عن هذه الزاوية هيك في كل وقت بتصير بيكون هذا الوضع تاعها طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر الولادة الهلال يوم في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 منتحسي بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 15-1 اليوم سعيد بنسبة 30% عطارد في الدلو حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 1-2 سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 يعني سعاته قليلة جدا ولكن ننقول احنا خليها 15% لأنه هاي اللي خلت انه بالنسبة للزاوية اللي بدأت صير يعني احتمالية انها تكون مفاجئة واحتمالية انها تكون سريعة وإلها تداعيتها ما بعد هذا الحدث فعشان هيك ترقبوا لأيام الجاية ايش اللي بتكون حاملته هاي الزاوية من أحداث مفاجئة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة ومناسبة للعمل ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة نظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتحافظ على إنجازاتك القائمة لا تشوه سمعتك الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة خاصة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر او توقع على عقد او تروج لموهو اهبك واهتماماتك كون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت وثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل لك انفراج كبير برج السرطان بتنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض مع هيك بتكتخففوا من النفقات حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وحاول انك تصحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وبرضو لا تسمح لأحبائك بالتشكيك بقدراتك ممكن انك تنشغل بملفات ادارية برج الاسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هذه الفترة تعتبر اسوأ ايام الشهر واكثرها تهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح ممكن اثميل لفرض الرأي على الاخرين حاول ايجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء رغم تراكم العمل انتم قادرون على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذائكم اخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك جيدا تفادي لأي تقصير او تأخير لا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الاحبة برج الميزان تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الاجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من اكثر ايام الشهر حظا فلا تقف متفرجا اسعى للمبادرة لاجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول الضبط شؤونكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من افراد العائلة حاول انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعلات ممكن تهتم لأمر عقار ما ولكن اتجنب الانفعال والتسرع في القاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجهم برج القوس بتنشطوا في امور الها علاقها بالسفر والاتصالات واللقاءات بيكون لكم نوع من انواع تعامل مع اخ اوجر وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وبتتصرف ولكن سيطر على انفعالاتك تضطر لتقديم المساعدة لأحد الأخوة برج الجدي تم فرصة لمكسب من عمل اضافي ما هيك كونو حذرين من اي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين وامتنع عن التورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو انتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وبتتسلط او بتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسي وعزيم كبيرة فترة ايجابية وممكن ترغب في التغيير او اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بتشعروا بالتعب وبسيطر عليكم نوع من أنواع الإرهاخ أو الوساوس ضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري وحاولوا انكوا تخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بانصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية حاول انك تحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة